بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأضر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو درس الساب والأربعون بعد المئة الثانية من دروس الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليهم الله شعابيه الرحمة والرضوان وبإليه طبعا ما زلنا في باب الرف باب الرف وبإليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أكبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري وعن سعيد الخدري مدخول في دمشق شكتوا الألعام خطوا الألعام على يمين خطوا الألعام على طريق النار وقم في مكان مدخول في المعروف يعني كله باب كله شباب عن هبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياة يعني على الكلام حياة حياة فقدنا نحن في هذا العصر أول ما يخرج يظهر الحياة الرؤوسي الرجال طبيعي ذكر أن يسعى سنة الرجال إذا فقدوا الرجال بعض أوقع فقدوا النساء أنتبعنا حياة لا يعمل شباب عاري عند حياة ولا يلساة من الشارع عند حياة هلا حتشبه تتمل في الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خدرها العزراء يعني يلغمات زوجة الخدر قال ستر يجعل للبكر في جنب البيت كانت البنت لما يجرى بيوت تعه بهذا المكان يعني في حياة استحيل انتبهنا وفي الحديث في صلاة العيد كنا نخرج إلى المصلة ما كان يروح على المسجد ما كان يصل في صلاة العيد في المسجد إنما في المصلة والمصلة عدد المكان يعني لما تصل لي هيك بالمسجد بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه هيك مو هيك هيك هذول الزاويتين صلى النبي عليه الصلاة والسلام هيك باتجاه جامع بلاد فكنا نخرج وتخرج معنا النساء حتى الحياة حتى العذراء في خضرنا هي ما تطلع العادة منذ الزيرة أول طلعتها ما تطلع رايحة من قرنة لقرنة شوفوا هلأ هاديش اختبتوا الأمور صديقه رباسه كلامه ورصه شغلة مختلفة نسأل الله عز وجل من الفتن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء وفي حد عنده حياء الأدى النبي عليه الصلاة والسلام الحياء في حديث لا يأتي إلا بخير في حديث الحياء خير كله والحياة غير الخجل يعني يجي إلو لواحد اللي تعال عطي درس محلي وعنده قدرة يعطي درس أو عطي درس مني بتاعكم فيعرأوا ويصفروا ويخضروا كذا هذا خجل مو حياء الخجل لا يليق بالرجال زالك أسادسنا بأول طلعتنا كانوا يدبون نصلي إمام يدربون على الخطابة ما في حد أطلع والله بذكر أحكي لكم يا نفته ومحقية يعني أول مرة طلعت فيها عم يدربون تدريبا جامع كبير لما جامع القاعة صار اسمه جامع الشبسين خطار بالله يا رحمه فطالعوني رأسا الحمد لله ما بعد أسادسي وإخواننا الحمد لله ثم بعده كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي أقول لي أستاذا زيلا هي أول مرة تخطو والله يقول لي زيلا هي أول مرة تخطو وين كنا فتح حسب ما يقول شيخنا الله يرحم وكنا فتح فأخذت هيك على الوزن طيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العذراء في خدرها وكان إلى كره شيئا عرفناه في وجه يعني إذا أستاذ دعا يظهر على وجه اسمه بيعمل فالوادي يعني هذا المنمو بيخترن الحياة مع الأذر يعطيكم الموزج عجيب طيب قال هذا من شدة رفقه صلى الله عليه وسلم ألا يمنع المسيئة جهارا في وجه طيب وبه ليه قال حدثنا أحمد شوكم حديث به هو الباب طويل صلنا كم يوم عمنا رأسه لحن خلصه حملونا ذي ذي حملونا الله يباري ذي كم وبه ليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباؤه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الحسنة والاقتصاد جزء من سبعين جزءا من النبوة شوها الكلام الهدي الصالح يعني السيرة يعني يكون إنسان أخلاقه عالي مع زوجته مع أولاده مع جيرانه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قل لمن يا رسول الله قال الذي لا يتقي جاره بوائقه جاره كل يوم عمي أذن منه هذا ما آمن فهون السيرة تدخل مع كل الناس مع شريكه مع طلابه إذا كان يعني أستاذ مدرسة في كل مكان شو قال النبي عليه الصالحة الهدي الصالح يعني السيرة الصالحة في حياة الإنسان والسمت السمت شو هو الهيئة الوقار والسمت الهيئة الحسنة والاقتصاد قال الاقتصاد يعني ألا يكون الإنسان يعني لا تجعل يدك مغنو لا تنينى عنو ولا تبسطها كل البصر هذا كله شو شو الجزء من سبعين جزءا من النهوة وبه لي قال حتى سنحصه ابو عمر سيدنا أبو عمر يمكننا بإيش أبو شو أبو حفص قال أبو حفص عمر بحسن بدل بلغة العرامية الأول فاعل والثاني بدل طيب إذا ألج قال عمر وأبو حفص الأول فاعل والثاني بدل بدل إذن الصراط المستقيم صراط بدل قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن المخدام عن أبيه عن عائشة رضي الله وعنها قال كنت على بعير فيه صعوبة في صعوبة يعني يعني عم يعزبها عم يحرن انتباهنا في صعوبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق لماذا قال عليك بالرفق عم تضربه عم تضربه النبي صلى الله وعليه وسلم عليك بالرفق لماذا كان تضرب في رواية الثانية رقمه 475 هذه رواية تفسر أنه كان يتضربه ولا ينزع من شيء إلا شانه عفوة عليك بالرفق فإنه لا يكون يعني الرفق في شيء إلا زانه رفعه نعم ولا شيء ولا ينزع من شيء إلا شانه ماذا قال؟ لو يكون مما كان بس ينتزع منه الرفق يعني الرحمة خلاص يعني نرزل يعني هذا عابق لماذا هذا؟ نحن في حديث سينا وفي إليه قال حدثنا الغداني هي الأصل الغداني الصحيح أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير ابن أبي كثير قال حدثنا سابت نحن أرينامس ما شرحناه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في نفس الرواية لا يكون الخرق في شيء إلا شانه الخرق شو هو عكس الخلق يعني سوء الخلق لا يكون في شيء إلا شانه يعني هذا نفس الحيوان إذا سوء خلقه ويعزم صاحبه ينزل قيمته كمان تبعنا؟ وإن الله رفيق يحب الرفق الكلمة رفيق هي بعض العلماء قالوا مصر تسمي الله رفيق أنه يرافقنا في كل شيء وهو معكم أينما كنتم الإمام النوري ذكر أنه يجود أن تكمل عن الله الرفيق لكن ذكر خلاف علماء الأصول في هذه المسألة وبإليه قال حدث الحمى الوليد حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح الشح من سوء الخرق البخل يعني فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم بدا يروح بدا يوصل الراحة باختردها 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 فإنه أعطي 200 ليرة إيه بلها الروح أطع رحيمه سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات اليوم والقيام أهلا منكم وأكد دعوانا أن الحمد لله رب العالمين